تقول سنة فتوى بأن الحائضة لا يجود لها أن تقرأ القرآن وأن لا تلمسه وأنا عندما أكون على ذلك الحال أتحير عندما أقرأ أدعية الصباح والمساء أن أقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعادلتين وقل هو الله أحد أمن لا أقرأها وأنا على ذلك الحال وكذلك عندما أستذكر دروسي من كتاب التوحيد والحديث والفقه يجب علي حفظ بعض الآيات أن يحرم أيضا علي ذلك يعني على ما ذكرت من حال أم توجهونني إلى أمر آخر لذلكم الله خيرا أما مس المصحف للحائض ومن عليه حدث أكبر فإنه من نوع بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا باتفاق الأئمة الأربع رحمه الله أما قراءة القرآن عن ظهر القلب من غير مس من المصحف فهذا مضى خلاف بين أهل العلم والراجح والله أعلم أنها إذا احتاجت إلى قراءته بأن خشيت أن تنساه أو كانت في أيام امتحان وتحتاج إلى قراءته من أجل الامتحان فأيه ضرورة مباح لها أن تقرأ القرآن فيها بالضرورة وأما الأذكار فإنها تأتي بالأذكار من تسبيح والتهليل والتكبير والتعودات ولو كانت مما يوافق لفظ القرآن إذا لم تقصد بذلك التلاوة وإنما قصرت بذلك الذكر الأدعية التي توافق ألفاظ القرآن إذا قرأتها الحائضة وعليه حدث أكبر منية الذكر أو الورد لا منية التلاوة فلا حرجت لذلك إن شاء الله